رجل أخونا المتصل جزاء الله خيراً زكاة الزرع أو الزروع البرسيم أعزكم الله هل عليه زكاة؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام الجمهور على أن زكاة الزروع فيما يدخر واختلفوا فيه يدخر ويكال أم يدخر ويقطات اتفقوا على الدخار واختلفوا فيه يقطات يعني يوكل لكن الدخار يعني يتضخر يعني يجي عليه سنة وسنتين وهو موجود ولم يفسد ولم يفسد وخالفهم الحنفية وقالوا كل شيء يخرج من الأرض ففيه زكاة إلا الحشيش حشائشة إلا الحشائش وأنا أميل إلى قول الحنفية في أزل المسألة أنا كنا بيخالف الحنفية في مسألة لا ليس شرطاً يعني يكون مخالفة في كل الأراء أيوة أميل إلى قول الحنفية لأن ده أقرب إلى النصوص من ناحية وأيضاً أقرب إلى مصلحة الفقير وأن كنا بس نكمل أن أهل الظاهر قالوا أنه لا زكاة إلا في أربعة أصناف فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معازل إلى اليمن أمره أن لا يأخذ الزكاة إلا من القمح والشعير والطمر والزبيب فقصروا الزكاة على هذه الأصناف الأربعة فقط لكن الجمهور قاصوا عليه قالوا أن الأصناف دي تؤكل وتتدخر فقاصوا عليها بقي الأصناف لكن الحنفية كما ذكرت دعاً جزاكم الله خين شكي